موسيقى حياكم الله مجددا من شاهديننا بعد هذا الفاصل نظم مركز قطر الدولي للأمن والسلامة حفلا تكريميا الخريجي المركز من حراس الأمن للشركات الأمنية الخاصة نعم مشاهد الحفل توقيع اتفاقية لتعزيز تطوير مناهج المركز موسيقى حفل لتكريم أوائل خريجي مركز قطر الدولي للأمن والسلامة وهو الحفل الأول الذي ينظمه المركز لتكريم خريجي دورات العام الحالي تم تكريم طبعا الخمس شركات أمنية تدربت في مركز قطر الدولي للأمن والسلامة نحن طبعا بداية إنشاء المركز كان في عام 2013 حاليا دربنا أكثر من ثلاثة ألاف موظف أمن من ضمنهم شركات أمنية خاصة موسيقى تخلل حفل التكريم توقيع مذاكرة تفاهم مع المنظمة الدولية إبسا تهدف إلى تطوير المناهج التدريبية للمركز مناسبة توقيع اتفاقية مع أحد الجهات العالمية ككريدت للمركز نفسه مما يدعم موقف المركز على مستوى عالم هذه مناسبة مناسبة جدا مهمة مناسبة تخريج كادر أمني يعتبر جزء من منظمة الأمنية يتماشى مع خطة سمو الأمير المهدى لدولة قطر 2030 لتغطية متطلبات الدولة والمشاريع بشكل عام مركز قطر الدولي للأمن والسلامة معتمد من قبل وزارة الداخلية لتدريب حراس الأمن للشركات الأمنية الخاصة وهو يبذل جهودا حثيثة ويعتمد أحدث الوسائل لضمان خريجي حراس أمن بمواصفات عالمية في موضوع آخر أجزاء المشاهدين تنسعى وزارة الشباب والرياضة إلى وضع خطط للأنشطة الصيفية تتلائم مع احتياجات الشباب الإلكترين معنا في الاستيديا خالد اليوم السيد عبدالله شافي الهاجري رئيس لجنة تقييم للأنشطة الصيفية في المؤسسات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة يا مرحبا وسلم بك وشاء الله الله يحييك أخوي أحمد والله يجزاكم خير وسعيد بلقاكم اليوم نحن سعد يا بوشافي لو نبدأ أولا بلجنة التقييم بوشافي شنو دوره في تقييم الأنشطة الشبابية؟ نعم الحمد لله أسست هذه اللجنة داخليا في وزارة الشباب والرياضة بناء على طلب مدير الإدارة بتشكيل لجنة تقييم لأنشطة الصيف طبعا أنشطة الصيف هذه هي بالنسبة لنا يعني صراحة وقت فاعل للشباب فحنا نبي نحرص قد ما نقدر أنها تكون تحت إطار معين واللي هو استراتيجية الوزارة طبعا استراتيجية الوزارة واضحة وكانت تحت أسس وقيم الحمد لله يعني كانت تشرف الشباب وكانت دائما ما تحرص على تمكين الشباب وبدعهم لذلك أتت هذه اللجنة حتى يعني تحصر إذا قلنا نتكلم الأسس العامة هذه وتجعلها على أرض الواقع بخطة تشغيلية في تنظيم أنشطتنا لهذا الصيف عبدالله مثل ما ذكرت أن هناك أسس طبعا لابد أن هناك أسس لتقييم أيضا الأنشطة صحيح ما الأسس التي تعتمدونها لتقييم الأنشطة؟ طبعا نحن في الأساس دائما نحرص على قيم الوزارة وهي الإبداع إذا جئنا نتكلم عن مواكبة الفكر الشباب الجديد دائما نحرص على إبداع فإذا قلنا الآن المراكز ما زالت على الجيل السابق فإن نحرص من هذه اللجنة أن نطور ونوجه وأن نحرص على تطوير وإبداعية الخطط طبعا التقييم يبدأ من خطط إلى نهاية التنفيذ ونهاية التنفيذ عندنا بعد يشترط بأخذ آراء الشباب لأن صراحة قد تكون هذه السنة سنة بداية علينا ونحن طبعا مكملين للإدارات السابقة التي عملوا جهد جبار صراحة فنحن الآن الإدارة الجديدة في الشؤون الشباب والوزارة تسعى لأنها تكمل هذا المشوار بإذن الله حريصين على التطور بالفكر الشباب وكذلك على التطور الرقيب بمراكزنا فمنها نحن ذكرنا الخطط الصيفية التفصيلية نوعية البرامج الإبداع في طرحها الإبداع في تنفيذها كذلك عندنا موازناتها كيفية إدارتها فهذه الأساس نحن عندنا وكذلك عندنا بعد من توثيقها وعندنا جزئيات أخرى ومأشيرات أخرى نقيس بها إذا كان هذا النشاط جيد ويصلح لشبابنا أو لا هذا بشافي بالنسبة للأسس لكن لو نتكلم عن الآلية المعتمدة لتقييم الأنشطة الشباب صحيح هو الآلية طبعا نبدأ أول شيء بمشرفين عندنا فنيين ميدانيين هم دائما يذهبون للمراكز الحمد لله الآن اعتمدت الخطط المراكز بإذن الله وهذا نبشركم بإذن الله هناك خطط جدا متميزة من مراكز من مراكزنا والله الحمد لله المراكز العامة واللجان الثقافية كذلك هي الآن أصبحت الآن ما شاء الله وصلت إلى مستوى أنها تبدأ وصلت إلى مستوى أنها تجذب الشباب وصلت إلى مستوى فلذلك نحرص بدعم وإشراف فقط لذلك نترك المساحة لهم والإبداع لهم وتركنا خصوصا في الاجتماع الأول الذي قمناه معهم أعطيناهم الطابع أنه يجمعت الخير مجرد وزارة الشباب هي مجرد إشرافي لا تدخل كثير في عملكم لأننا ودنا أن نجعل المجال لكم وأنتم التي تقومون على عمل البرامج وعمل وتطويرها والاحتمال فيها نحن مجرد إشراف إذا وصلنا في آلية التنفيذ طبعا المشرفين هم الأساس في تقييمهم وبإذن الله بعد التقييم طبعا نحن نحرص من الخطة التي تعتمد إلى نهاية الأنشطة إلى اعتمادها إلى أراء الشباب إلى تقييم التقييم حتى إن شاء الله بيكون هناك ردود بعد ذلك سيتم إن شاء الله حصر هذه المعلومات كلها والاستفادة منها وتطويرها وأكيد أن هذه المعلومات بتوضح لنا الدور المستقبلي لهذه المراكز وتطويرها وأنشطتها فهذا هو السبب الأساسي من هذه اللجنة هي حصر جميع المعلومات هذه وتطويرها ونرى وين الخلل فنعالجه ونرى وين نقاط القوة وتقوم هذه المعلومات وتطويرها أكيد يمكن وشافي دايما في الصيف لها أهمية لأنشطة لها أهمية خاصة وخاصة في نفوس شباب النش اللي دايما تهم تخرج أول اللي عنده عضرة الصيف فبالنسبة للأنشطة الصيفية الشبابية هل تم اعتمادها لها السنة في المراكز الشبابية نعم هو الحمد لله مثل ما ذكر طبعا أهمية الصيف بالنسبة لنا كوزارة وبالنسبة للمراكز الشبابية جدا مهمة. لأنها عادة ترتبط بالفراغ الشاب. صحيح. فإذا الشاب وجد فراغ بدون أي فائدة هذا أصبح الطامة علينا كوزارة اللي ما سوينا عملنا ولا أدينا واجبنا. فلذلك الحمد لله طبعا أدوا الحمد لله في خلال هذه الأنشطة أن نستغل جميع البرامج. بما أن الحمد لله السنة الصيفنا بيكون في رمضان كذلك. فعندنا جزء كبير مننا في رمضان. فهذا أيضا سيكون بعد له طابع ديني جميل بإقامة بعض الحاليات والحوارات نعم. والحمد لله تم اعتماد طبعا مثل ما قلنا. احنا تكلمنا بشكل عام عن الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية. وكذلك عندنا الدينية والعلمية والفنية أيضا. بشافي أنت اعتمدتوا هذه الأنشطة هل قمتوا بدراسة قبل بناء على حاجة الشباب وبعدين وضعتوا هذه البرامج أو الأنشطة؟ طبعا حاجة الشباب هي أساس عمل مراكس حانا طبعا في البداية ما تدخن في شيء هذا لأن المراكز أصبحت واعية عند هذا الشباب اللي قد يعني يصيغون لها برامجها. لذلك حانا عادة من خلال هذا البرامج اللي هو الصيفي بناخذ رأي الشباب. اللي هو هل هذا يتأدي لأنه يعني قد تكون الأنشطة أصبحت نوعية حتى لو كانت متجددة. ولكن يجب أن يدخل الشاب في اتخاذ غرارات. لذلك الوزارة قام فتحت بابها المبادرات فهذا بما أنها الآن فاتح هذا الباب. الآن نستقطب الشباب ويجي للشباب بأفكاره وبرامجه. وكذلك نحرص على مراكزها لأنها تستفيد من هذه. وكذلك البرامج المشتركة اللي بين المراكز من تخصصية فنية ثقافية إلى أنها تستفيد من المراكز العامة المراكز العامة كذلك تستفيد من اللي جان الثقافية في الأندية الرياضية. فهذا كله رابط. نحن نحاول في الوزارة بإذن الله يعني نصيغه بشكل جيد حتى ينفع الشباب ويكون له مصلحة من فائدة الشباب فيها. جميل. يمكن عبدالله ذكرت من قبل شيء أن دائما فترة الصيف والأنشطة اللي فترة الصيف جدا مهمة للشاب خاصة أن يكون في داخلها فراغ ويجب استغلالها في الطريقة الصحيحة. لو نتكلم عن البرامج اللي تم اعتمادها لهذا العام. نعم. نحن منذ ما ذكرنا. طبعنا في رمضان البرامج الدينية. البرامج الدينية. لكن نحن يهمنا أن نوعية البرامج مثل الثقافية تحرص في تجديد الحوارات الشبابية. تجديد النوع الثقافي. جلب دكاترة محاضرين دورات متميزة علمية. يعني ترتقي بشاوة. ترتقي بالفكر. ترتقي باهتماماته حتى تصل إلى الفكرة. تصل إلى أن الشاب هو اللي يقود ويبدأ فيه. حتى طرح مثل هذه الدورات ومشاركة ربعة ويعني جلبهم لهذه المراكز. ونتكوين البيئة. هي أساس عمل المراكز. فإذا ما كونت هذه البيئة من خلال نوعية البرامج اللي هي الاجتماعية. اللي هي البرامج المعسكرات عندنا الرياضية واللي نهتم فيها كثير في الصيف كذلك. صحيح. اليوم الشهر ثماثة بإذن الله. فبدلنا الحرص بإذن الله أنها تكون هذه المراكز متنوعة حتى أنها تستقطب جميع الشباب. لأن كل شاب له هوايات وليه ميول. صحيح. فبعض الشباب يتفضل. فبعض الشباب له ميول اجتماعية. بعض الشباب له ميول ثقافية. فحنا نحرص أن المراكز هذه دائما تجذب هؤلاء الشباب بكل قطاعات بكل ميولاته. بكل احتماماته. وأعتقد هذا أحمل كبير عليكم. كيف أنا أوصلها الرسالة عن طريقة. كيف نتقرب الشاب وكيف نتخليه في الصيف. أنه يحب هذا الشيء. يمكن هذا الذي يذكرني بمبادرة. كانت مبادرة من قبل أحد العاملين في نادي الغرافة. كان هناك مبادرة في فصل الشتاء. مخيمات. والشباب يحبون المخيمات. فراحوا في مخيم هذا الخاص. جمع الشباب شباب النادي. وجمعهم. وهناك كان فيه شيوخ. وهناك لعب طائرة وكذا. فوصل رسالة عن طريق الشيوخ. وصل رسالة أيضا أنه مخيم وقريب على القلب. فهذه أحد الخطط أن تكسب الشباب. تكسب ثقاتهم. وأيضا تزرع فيهم فائدة معينة. أكيد. وهذه كذلك عندنا معسكرات. عندنا معسكرات دائما نحرص أنها تكون توعوية ترفيهية ثقافية. أيضا هناك بعد كشفية. يذهبون من البر يستفيدون. خصوصا بعد وقت الصير. شافي من خلال كلامك. أنا شفت كمية كبيرة من الدمغراطية. أنا دائما أنت تقطون كرة في ملعب الشباب. لكن بعد هذه الأنشطة التي تقومون فيها. شون تأخذون أراء الشباب؟ شين هي الآلية التي تعرفون فيها عن طريقة أراء الشباب في الشباب؟ صحيح. لأن هذه نقطة مهمة. لنحرص عليها. لأنها فائدة هذه الأنشطة بأراء الشباب. لو ما كان فيها أراء الشباب جيدة فحنا يمكننا نحرص بأن نستويت. لذلك بإذن الله يكون هناك استمرار تقييم للأنشطة من قبل الشباب. هم يقيمون. هل هذه وصلت إلى هدفه اللي يبيه؟ هل هذه هي وصلت وارتقت إلى ما يتطلع إليه الشباب حاليا؟. لذلك نحرص بإذن الله أن رأي الشباب يكون جزء من نظامنا. نحن بنأخذ رأيك. شو تشجعك حسنا أنا؟ هذا السؤال كنت بس لكيها ونسيت. ونسيت. بالنسبة لي أنا مع الجزائر وظنيت أنها اليوم إن شاء الله بتلعف. لذلك دائما نحن مع العروبة. إذا ظهرت العروبة غير الجزائر. غير العروبة غير العروبة. حنا إن شاء الله مع هولندا لأنها حرام هولندا العام. فهولندا نحرص أنها تفوز السنة. إن شاء الله إن شاء الله يفق الجميع. سيد عبد الله شافي الهاجر رئيس لجنة تقييم للأنشطة الصيفية في المؤسسات شبابية و بزارة شباب الرياضة. بيضل وجيهكم ونتمنى إن شاء الله توفيق لكم. الله يزيد الله خير. وإذا تسمحوا لي بس أنا ودي أحرص على أن الإعلام أنه يغطي بإذن الله نشاطاتنا وإن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله بإذن الله بإذن الله أعزائي المشاهدين فاصل القصير بعد من تابع. إطلاق حملة مشتركة بين إدارة المرور وقطر غاز. للسلامة المرورية. اشتركوا في القناة